الأشطاء من ألز الحلويات العربية المشهورة على صعيد العالم العربي اليوم رح نعملها بطريقة كتير بسيطة طريقة كتير سهلة وطريقة كتير سريعة إن شاء الله يربيتنا لإعجبكم بس أول شيء أحبائي بتمنى تحطوا لايكي كتير كبير وإذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة انزلوا هلأ لها تحت لأسفل الفيديو تبسوا اشتراك فعلوا الجرس بسواع كلمة الكلب هاي الطريقة بتكونوا نضميتوا لعالتنا الكبيرة في أحنا وسهلا فيكم مثل ما شايفين أنا عندي هون كوب كامل من الحليب أنا عندي الحليب هون أو الكوب كبير شوي رح نعمل منه كيلو من الأشطاء طريقة سهلة إن شاء الله تحبوها بالبداية رح شيل هيدا الحليب أو هيدا الكوب من الحليب وننزله بطنجرة لحتى نبلش بالطريقة شوف الطريقة شو سهلة وحكولي تحت بالكومنتات شو رأيكم أنا هون استخدمت الحليب الطازة فيكم تستخدموا بيك الوساطة الحليب البودرة لكل كوب من الماي منحطوله أربع معالي ونص من الحليب البودرة ساعتا فيكم تعملوا أشطاء بيك الوساطة عندي هون حطيتهم على النار مثل ما شايفين أنا بانتظار إنه الحليب عندي يسخن لحتى ما أقدر اتحمل حرارة يعني هنزل هون أنا أصبعتي مثل ما شايفين وقت ما أقدر اتحمل الحرارة ساعتا بنزل الخل بالنسبة لكمية الخل أنا بحاجة لنص كوب قهوة متل ما شايفين من الخل فينجان القهوة العادل موجود عندكم بالبيت بتحطوا بقلبه الخال وبتجهزوا على جناب لحتى يسخن الحليب ساعتا مننزل مباشرة الخال وساعتا عند الحليب بيفصل عن بعض وبيصير عندي قشرة الحليب أو قريشة الحليب وبصير عند الماء هون يا متل ما شايفتوا ما قدرت اتحمل الحرارة ساعتا بنزل الخل وبلش تحريك فيهن ثواني معدودة أقل يعني إذا بدكن وبسرعة بيفصل معي لاحظوا بلش يفصل على الجوانب إذا ملاحظين فريعتي عمعي حبيبات ما ضروري تلتزموا أحبائي بالكوب فيكن تحطوا ثلاث أكواب والأشطة فيكن تحتفظوا فيها بالبراد لأسبوع لأسبوعين لتلاتة طول ما هي معرضة للبرود ما بتنتزع أبدا هون فصل عندي الحليب هلأ شو بدي أعمل بدي شيلهم وبدي صفيهم بمصفة أو حتى بفوتة خاصة للمطبخ أنا عندي هوني هيدا المنخل الصغير كتير ناعم كتير فبيفصل بكل بساطة وبيضل الأشطة عندي من فوق أشطة الحليب والماء بتنزلنا تحت بالنسبة لهيدا الماء أحبائي هيدا الماء نحنا ما بنرميها بالمرة أنا بحتفظ فيها بعد ما تبرد وبخبز فيها وأو بعمل فيها الخبز أو البيتزا أو أي أو عجيمة البيتزا أو أي أنواع من المعجنات بيعطوها طعمي غير شكل يعني بديل الماء أو بديل الحليب بنقدم نستخدم آآ هيدا السائل اللي نزل متل ما شايفين من آآ القريشي أو من قشط الحليب لايكو اسم الله جملت كلها على بعضها ما شاء الله صار عندي كمية كتير منيحة هاي دي أول خطوة أحبائي طبعا احنا رح نعملهم بعد شوي بالخلات لحتى نحصل على ملمس الكريمي للأشطة أو فينا آآ ما نستخدم الخلات أبدا ونخلط كل المكونات بقلب بعض ونحصل على أشطة آآ فيها حبيبات رهيبة غير شكل مثل ما بنشتريها آآ بالحلويات العربية بالعاطية هندي هون كمان كوب من الحليب متل ما شايفين رح نزل فيه ملعة كبيرة من النشا ملعة كبيرة ازا من النشا ازا حطينا كوبان من الحليب نحط ملعتان من النشا انا هون ازا حطيت كوب من الحليب رح نزل ملعة واحدة من النشا ورح باشر بالتحريك وهلأ رح شيلهم مباشرة بعد ما اتأكد انه النشا كله داب بالحليب البارد بحطهم على النار وبلش تحريك لحتى يجمد مع المزيج ما بدي جمده كتير هلأ فيكن تعملوا طريقة اذا مثل ما ازلكم اذا مثلا ما عنكن خلاط او ما حابين تحطوا القشطة بالخلاط وقت يتقل هيدا المزيج اللي هلأ انا عم بعمل يتقل ويصير مثل القشطة او مثل الكريمة مننزل في الحبيبات اللي نحنا عملناها او قريشة الحليب او قشلة جهزناها ومنخلطهم كليتهم بقلب بعض ساعاتها بنحصل على قشطة غير شكل او فيكن تعملوهم بالخلاط بتحصلوا على ملمس ناعم هون تقل عند الحليب ما بدي تقلو كتير لانه انا بدي نزل بالخلاط وبدي احصل على قشطة ملمسة كريمة هلأ اكيد اذا طولنا بعد على النار رح رح يتقل مع كتير المزيج رح شيلوا هلأ ونزلوا مباشرة بالخلاط بس ردي فرجيكم هايدي او هايدي القشطة اللي انا عملتها عفكرة هاي القشطة اليوم اللي احنا رح نعملها فيكن تستخدموها اه بالحلويات العربية ازا حابين تعملوا حلو عربي عندكم بالبيت او حتى بالقطيف هون انا بعد ما نزلتهم رح اخلطهم ورح بلش نزل فيهم القشطة اللي انا عملتها قشطة الحليب شوية شوية بعد ما نزلناهم وعملناهم كتير مليح بالخلاط احصلنا على هيدا المكون متل ما شايفين بتحسو كرامة متل الكرامة بس هو قشطة ملمسة كرامة بينما ازا ما حطيناها بالخلاط رح نحصل على ملمس في حبيبات كبيرة من حبيبات القشطة حتى بتحسوا بعد يا حبيبات خفيفة اكيد بعد بتجمد كتير وقت نحطها بالبراد وتسقع تبرد فرح تعطينا ملمس جامد بكتير انا بيستخدم هيك انواع من القشطة بالقطايف اكتر الشيء او بالعصمالية مسلا او حتى بالكنافة بحشي الكنافة وبحط الكنافة من فوق وبفوتها بالفرن بتطلع رهيبة مع مع الشربات او مع القطر بتطلع غير شكل وكمان بحطها على جنب بعد ما تبرد اكيد بتجمد بحطها اه اوقات باطباق صغيرة وبحط عليها الفصق الحلبة والعسل او القطر المتوفر عندي بالبات وبقدمه لضيوفه بيطلع كتير كتير مرتب وبيطلع طعمته رائعة وغرشكة ان شاء الله يا راب احبائي هيدا الفيديو يكون حلو وحبيتو حبيتو اليوم الفكرة بتمنت هيدا اكيد الفصق الحلبة بتمنى تعمل وشير للفيديو لا يستفيد الكل من هيدا الفكرة الكتير حلوة انا بحبكم كتير بوسط كتير للكل رح اشتقلكم للفيديو القادم بتمنى تعملوا شير واشتركوا ازا بعدكم مشتركتوا بحبكم بحبكم الى الليقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة